رحلة دعوية وتوعية استمرت أشرة أيام قامت بها حلقة أبدالله بن عباز لعلوم الإسلامية لإرشاد وتوعية السكان القرى الواقعة على ضواهي مدينة عنجمينة وقد شملت الحملة خمسون قرية حيث قدمت خلال هذه الرحلة دروس مكثفة ومحاضرات متنوعة في علم التوحيد والفقه والأهديث النبوية وغيرها من العلوم الشرعية الأخرى وبهذه المناسبة المباركة قدم رئيس بعيسة الرحلة الدعوية الشيقة أمر أبكر كلمة أثناء فيها على جهود طلاب حلقة أبدالله بن عباز ألا تكبده من مشاق في سبيل الله وذكر الحضور بالأنشطة الدينية التي تقوم بها الحلقة من وقت لآقر من أجل تعليم أبناء المسلمين المرشد العام لحلقة أبدالله بن عباز للعلوم الإسلامية فضيلة الشيقة الصالي محمد رمضان أوضها أن الحدف من الحملة الدعوية والتوعوية هو تزويد العمى الإسلامية بكل ما يصلح للإنسان في الدنيا والآخرة وما رجلون عشرة أيام إلا أن يتدربوا في قيام الليل وأن يتدربوا في الوعز والإرشاد لينشروا الدعوة وليبلقوا الرسالة ولتصر رسالة الإسلام إلى الآفاق البعيدة يذكر أن هناك رحلة دعوية وتوعوية مماثلة لحلقة أبدالله بن عباس في كل من مدينة أبشيا وبالاة لتقديم نفس الرسالة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر